بسم الله الرحمن الرحيم او نمازج الملابس وتدرجها ان شاء الله في حلقتنا النهاردة بنستكمل مع بعض طريقة رسم الاول بطرون معنا في الترمي بتاعنا واول بطرون معنا في المنهج بتاعنا الخاص بالبطرونات في سنة خمسة وهو الجاكت الحريمي في حلقتنا اللي فاتت كنا اتكلمنا عن اشكال الجاكت الحريمي واخدنا المأساة بتاعتنا وبدأنا رسمنا الخطوط الاساسية الخاصة بالجاكت الحريمي وحددنا مع بعض الجزئية الخاصة بالخلف وكنا بدأنا في اول مرحلة في الجاكت وهي في الامام طبعا وهي حردة الرقبة الامامية طبعا اتمنى ان حضراتكم تكونوا فعلا طبقتوا مرة تانية الخطوات اللي احنا رسمناها مع بعض وجربنا بمقاس تاني مختلف زي ما احنا اتفقنا برضو لأصدقائنا وصديقاتنا وعزائنا الطلاب اللي هما ما تبعوش معانا حلقتنا اللي فاتت هنعمل مراجعة سريعة جدا 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 على الخطوات اللي احنا درسناها مع بعض في الحلقة اللي فاتت عشان نقدر نستكمل مع بعض باقي الباترول في حلقتنا اللي احنا فيها ان شاء الله هنشوف مع بعض دلوقتي الجاكت الحريمي زي ما احنا قلنا احنا بنتكلم عن الجاكت الكلاسيك اللي هو الخاص بالبدلع الحريمي او التايوري الحريمي وهو عادة بيكون محبك الى حد ما على الجسم بكولة معينة معروفة جدا هي الكول شال او الكول تايير بيبقى في مرض برضو صغير بزرار او زرارين في عندي جيب شأ موجود في الجنبين الكم بتاعه عادة ما بيكون كم قطعتين او ببنسة ايا ما يكون بس هو بيكون ده اقرب الجاكت الحريمي غير الكم القطعة الوحدة المتعرف عليه اكتر بيكون الكم القطعتين وهكذا يعني فيه مميزات مختلفة عن الكورساج الحريمي اللي احنا كنا اخدناه قبل كده في عمل البلوزة او الفستان فهنشوف مع بعض زي ما قلنا الخطوات سريعا اللي احنا درسناها مع بعض فيه حلقاتنا اللي فاكل نبدأ مع بعض كده ده اللي قدامنا ده شكل من اشكال الجاكت اللي احنا قلنا هننفزه اللي هو الجاكت الكلاسيك الخاص بالبدلة او التايير الحريمي تمام المقاسات اللي احنا احتجناها عشان خطر نشتغل بيها البطرونات بتاعتنا كانت محيط الرقبة محيط الصدر عرض الصدر عرض الضهر عمق الابط كمان كنا محتاجين طول الكتف طول الجنب طول الضهر طول الجاكت وحجم بنسة الصدر ولو تاخدوا بالكم المقاس بتاعها مختلف الخطوات بتاعة الرسم بتاعتنا هنبدأ بالخطوط الاساسية للكورساج برضو هنقول القوانين سريع مش هنعود بالارقام احنا هنفتكر بس هي بتترسم ازاي اللي هنحط نقطة صفر جهة اليسار وننزل منها خط عمودي الاسفل وخط اخر جهة اليمين بدون قياس وده كان الشكل بتاعنا كملنا بعدها وقلنا من صفر الواحد هننزل مقدار واحد خمسة وسبعين من مية او واحد وتمانية من عشرة الاسفل ده بالمقاس الطبيعي بمقياس الرسم هيبقى اربعة من عشرة وبنأكد تاني على ان مقياس الرسم بتاعنا بما ان احنا بنشتغل ملابس حريمي يعني حجم كبير فقوم مقياس الرسم بتاعنا واحد الاربعة يعني اي مقاس طبيعي بنقسمه على الاربعة نزلنا من نقطة الصفر وشدينا خط صغير جهة اليمين خلاص كده الخطوة اللي بعديها كان من نقطة واحد اللي احنا لسه نزلنا حالا الاتنين لاسفل اللي هي طول الظهر هيبقى عشرة سنتي وده كانت الرسمة بتاعتنا من واحد مش من صفر بنأكد تاني الناس ما تنساش وتقيس من فوق احنا بنقيس من الخط الجديد لأسفل وشدينا منها خط بالعرض جهة اليمين برضو بدون قياس لان احنا لسه محددناش عرض البطرون جينا الخطوة اللي بعديها من واحد لتلاتة اخدنا طول الجاكت اللي هو كان مده هنا وطلع معايا بمقياس الرسم 16 وربع في الرسمة بتاعتنا ادي من نقطة واحد برضو لأسفل وشدينا خط بالعرض جهة اليمين هييجي بعديها هيقول لي من نقطة اتنين لأربعة ده الطول من الخسل للأرداف وده كان ليه اسمي تاني احنا عارفينه طبعا اللي هو طول الجنب بمقياس الرسم بتاعنا طلع خمسة واثنين من عشرة اهو واثناء مع بعض من نقطة اتنين لأسفل واتفقنا مع بعض ان معنى كده ان طول الجنب وصل اسفل او اقل من طول النهائي للجاكت معنى كده ان الجاكت بتاعنا النهاية بتاعته معدية منطقة الارداف يعني مغطية منطقة الارداف معناها ان ده مش غلط لأ هو طول الجاكت بتاعنا اطول من منطقة الارداف طيب الخطوة اللي بعديها قال لي من واحد لخمسة كان عمق القبط زائد اتنين ونص سنتي وقلنا طبعا هنلاقي هنا الزيادات او الاضافات او مقدار الراحة اللي بيبقى متزود مقداره كبير شوية غير الكورساج العادي اللي احنا درسناه مع بعض في الصف التالت في ملابس النساء لان الجاكت لازم يدي سماحية لقطعة ملبسية تتلبس اسفل منه فبالتالي بيكون مقدار الراحة اكبر فعملنا عمق القبط زائد اتنين ونص المقدار الراحة طلع بمقياس الرسم بتاعنا خمسة وتسعة من عشرة اهو من نقطة واحد لخمسة وشدينا منها خط بالعرض برضو بدون قياس جينا بعد كده وقلنا من واحد لستة نص المسافة من واحد لخمسة من واحد لخمسة اللي احنا لسه ايسنا حالا فانا ممكن وانا واقف بالمسطرة زي ما انا انصفها على طول فاتنصفت معايا طلعت باتنين وتسعة من عشر نبص كده اهي نقطة ستة تقريبا نصفت لي المسافة من واحد لخمسة وشديت منها خط بالعرض جهة اليمين صغير مش كبير معناها ان دي هتبقى خاصة بجزئية الخلف فقط لا غير الخطوة اللي بعديها قال لي من واحد لسبعة ربع عمق القبط ربع عمق القبط بمقياس الرسم طلع معايا واحد وتلاتة من عشرة اهو اثنى من واحد لسبعة ربع عمق القبط وشديت برضو منه خط بالعرض بدون قياس بس مسافته صغيرة وهنعرف بعد كده ان ده هيساعدني علشان اقدر ارسم خط ارتكاز ميل الكتف هيساعدني علشان اقدر ارسم اللي هو خط سبعة ده هيساعدني علشان اقدر ارسم خط ميل الكتف ازاي هيجي يقول لي هنبدأ مع بعض خطوات الخاصة بكورساج الخلف يعني اللي قبل كده كلها كانت خطوط اساسية هنبدأ مع بعض دلوقتي اللي هيحدد لي الخطوط اللي هتحدد لي شكل الخلف كانت ازاي قال لي من نقطة خمسة لتمانية هيبقى نص عرض الضهر زائد واحد سنتي القانون بتاعي بيقول لي نص عرض الضهر زائد واحد سنتي واكدنا مع بعض في حلقتنا اللي فاتت خد بالك في المقاسات هل هو كاتب لك عرض الضهر برا في المقاسات كامل ولا كاتب لك نص عرض الضهر عشان ما نطلقبطش وبعد ما احسب الحزبة بتاعتي وتطلع مظبوطة اكتشف ان الشكل العام للجاكت مش مظبوط ده نتيجة لان انا ما اخدتش بالي هو كاتب لي نص عرض الضهر ولا كاتبها لي عرض الضهر وناخد بالنا برضو هو كاتبها لك بالكلمة يعني كلمة نصف ولا كاتب لك رقم كسر يعني واحد على اتنين هلاص المهم من ناتج بتاعي بعد الزيادة اه معلش اكدنا تاني خد بالك لما يبقى القانون بتاعك عبارة عن جزئتين يعني نص عرض الضهر زائد حاجة معينة اعمل للحزبة الاولانية يعني هاتلي نص عرض الضهر الواحد وقول لي يساوي وبعد كده زود عليه مقدار الواحد مش ان حضرتك مش عارف تتعامل مع الالة لا احنا بنقول منعا لحدوث اي خطأ ممكن يكون وارد فاحنا بدل ما نعمل العملية الحسابية بتاعتنا كلها كاملة ويطلع الناتج بتاعي غلط لا انا هقول يساوي وبعد كده ازود المقدار اللي ايه اللي عليه او اطرح المقدار اللي ايه اللي عليه لضمان ان الناتج بتاعي يكون مزبوط طلع معايا اربعة وستة من عشرة تعالوا نشوف الرسمة اهو من نقطة خمسة اتحركت جهة اليمين وطلعت منها خط عمودي الاعلى اتقاطع معايا في امتداد خط ستة سميناها تسعة اتقاطع معايا في امتداد خط سبعة سميناها عشر تمام هنيجي بعد كده هيقول لي من نقطة عشرة اللي حضرتك لسه مطلعها حالا ل11 اطلع لي الاعلى 2 سنتي ماشي وبعد كده مد منها خط افق جهة اليمين يبقى من عشرة ل11 اتنين سنتي الاعلى ثم مد خط افق جهة اليمين طبعا ال2 سنتي بمقياس الرسم بقوا نص سنتي اهو من نقطة عشرة طلعت الفوق ال2 سنتي بتوعي بعد كده اتحركت جهة اليمين خط صغير بدون قياس وهو الخط ده اللي هو خط 11 ده هو اللي هيساعدني ان انا اقدر اعمل ميل الكتف بتاعي الخطوة اللي بعديها قال لي من نقطة صفر لنقطة 12 5 محيط الرقبة يعني معنى كده ان انا هتحرك من نقطة صفر جهة اليمين 5 محيط الرقبة بمقياس الرسم بتاعي طلع 1 و 9 من 10 اهو من الصفر جهة اليمين 5 محيط الرقبة سمتها رقم 12 وعملت حرف ره صغير من 12 لخط 1 وقلنا ان بداية لازم تبقى خط مستقيم عشان حردة الرقبة يطلع شكلها مزبوط طيب هنيجي بعد كده هيقول لي من نقطة 12 اعمل لي خط ميل هيوصل معاك لامتداد خط 11 خلاص كده طيب الامتداد الخط اللي انا هعمله ده هيبقى طوله قد يقال لي طول الكتف زائد 1 ونص سنتي طول الكتف زائد 1 ونص سنتي وقلنا برضو عندي زيادة هنا كبيرة هتديني سماحية ان طول الكتف يكبر يدي سماحية القطعة ملبسية تتلبس اسفل منه يدي سماحية ان انا اقدر اعمل مقدار بنسة صغير يدي سماحية ان انا اقدر اضيف فيه بتبقى حشوات داخلية سواء كانت القبلت او بيبقى فيه جزئية قماش مبروم كده من قماش قطني بلفه اثناء عملية تركيب الكم مع الكتف فبيدي ارتفاع معين لكم الجاكت فهي ببقى محتاجة فيها الزيادة دي فطلعت لي بمقياس الرسم 3 و 4 من 10 الرسمة بتاعتنا اهو هيبقى من نقطة 12 عملت خط ميل لامس معايا امتداد خط 11 زي ما احنا قلنا اللي هو هيكون بالنسبة لي ارتكاز ميل الكتف بكده انا اكون خلصت تقريبا الجزئية بتاعة الخلف اللي احنا اشتغلناها مع بعض الحلقة اللي فاتت وهنبدأ مع بعض فيه خطوات الجزئية الخاصة بكرساج الامام وكانت اول خطوة معانا اعملناها اللي هي احدد عرض البطرون بتاعي اللي هو بالتالي هيحدد لي عرض الامام بيقول لي من نقطة 5 لنقطة 14 قال للقانون بتاعك نص محيط الصدر زي 8 وشايفين الزيادة هنا مقدار الراحة كبير يدي سماحية زي ما قلنا القطعة تانية تتلبس اسفل منه وفيه فرما بين مقدار الراحة ومقدار القياطة زي ما احنا عارفين من الاول برضو اخدنا محيط الصدر اسمناه على 2 وزودنا على ال 2 سنتي اسفل 8 سنتي بمقياس الرسم طلع معايا 13 سنتي اهو هيجي من نقطة 5 اتحرك جهة اليمين سنتها نقطة 14 واطلعت وانزلت منها خط عمودي الاعلى والاسفل اتقاطع معايا في كل الخطوط العرضية اللي احنا رسمناها مع بعض قبل كده يعني مثلا امتداد خط صفر تقاطع معايا في نقطة 17 امتداد خمسة اللي احنا لسه عاملينه اتقاطع معايا في 14 امتداد خط 2 اتقاطع معايا في 15 امتداد خط 3 اتقاطع معايا في نقطة 33 وكده نكون افلت معايا البترون بتاعي وبقى ده عرض البترون وايه زيادات خطوط من اعلى من اسفل من الجناب امسحها مش هكون محتاجها دلوقتي الخطوة التانية اللي احنا عملناها كان رسم حردة الرقبة الامامية كانت من نقطة 17 ل 18 خمس محيط الرقبة زائد واحد سنتي طلع معايا اتنين وملي ودي هتكون جهة اليسار يعني من 17 هتحرك شمال وسميها نقطة 18 وانزل منها خط عمودي صغير الخطوة اللي بعديها من نقطة 17 برضو ل 19 خمس محيط الرقبة وبدون زيادة او نقصان طلع معايا بمقياس الرسم 1 و 9 من 10 هيبقى لاسفل في الصورة معايا اللي على اليمين اهو من نقطة 17 ل 19 وعملت خط صغير ده الاساسي بتاعي الصورة اللي على الشمال وصلت الخطوط المستقيمة ببعضها بدوران خفيف واتفقنا ان هي بتساعدني في رسم حردة الرقبة الامامية بطريقة مصبوطة ودي كانت اخر نقطة وصلنا ليها مع بعض في حلقتنا اللي فاتت وقلنا ان انا ممكن باعمل دوران حردة الرقبة الامامية دي عن طريق الخطوط المستقيمة الصغيرة اللي انا عملتها او عن طريق مصدارة المنحنيات اللي هي الفرنش كيرف اللي هي بتبقى صغيرة او بالحجم الطبيعي لو انا برسم بيه المقاس الطبيعي للجاكت اللي انا هستخدمه نبدأ بقى مع بعض في خطوات جديدة في حلقتنا النهاردة ونشوف الشكل النهائي هيبقى للجاكت الحريمي هيكون الزي نكمل كده مع بعض اول خطوة في خطواتنا الجديدة النهاردة بيقول لي من نقطة 18 لنقطة 10 هنمد خط مستقيم من نقطة 10 لنقطة 18 نمد خط مستقيم بعد كده قال لي من نقطة 18 اتحرك ل20 طول الكتف احسب بقى معايا قال لي القانون بتاع عبارة عن طول الكتف زائد حجم بنسة الصدر زائد نص سنطي تاني هنعمل ايه اول خطوة قال لي وصل بين 10 و18 انا عندي نقطة اساسية كنا رسمينها قبل كده نقطة 10 والنقطة 10 دي كانت موجودة في بطرون الخلف وال18 دي موجودة عندي في بطرون او في الجزء الخاص بالامام هوصل النقطتين دول ببعض بخط مستقيم خلاص قال لي على الخط المستقيم المايا اللي حضرتك هتعمله ده اس 3 حاجات جنب بعض ايه هما قال لي طول الكتف زائد حجم بنسة الصدر زائد نص سنطي خلاص تعالوا نشوف الحزبة دي هتبقى ازاي طول الكتف في المقاسات كان اصلا كام كان 12 وربع وحجم بنسة الصدر كان كام كان 7 والنص سنطي اجمع دول كلهم على بعض بقهم 19 75 من مية طب بمقاس الرسم اربعة وتسعة من عشر اربعة وتسعة من عشر طب تعالوا نشوف الرسمة اهو بصوا كده ادي نقطة عشرة على الشمال اهي وصلتها بخط ميل لحد نقطة 18 اللي هي عند حردة رقبة الامام خط ميل استبقى من الثمنتاشر اللي هي عند الرقبة لنقطة 20 على الشمال اهو على الخط الميل زي ما احنا قلنا طول الكتف زائد حجم البنسة زائد النص سنطي طيب تعالوا ننفذ الكلام ده مع بعض في الرسمة بتاعي سمع حد بيقول ايه الطريقة الغريبة اللي احنا بنعملها دي بس هي دي الرسمة الصحيحة للجاكت بتاعنا اهو تعالوا نرسم ادي نقطة عشر ادي نقطة عشر اهيه تمام وقادي نقطة 18 اهيه هوصل ما بينهم خط ميل اهو تمام كده ده الخط اللي انا عمل قال لي من نقطة 18 دي بقى ابدأ اقيسي على الخط الميل جهة اليسار يبقى هقلب المسترة كده بحيث ان الصفر بتاع المسترة يبقى عند نقطة 18 وهبدأ اقيس على الخط الميل قال لي طول الكتف زائد حجم البنسة زائد نص سنتر راحة كل ده طلع معايا بنقياس الرسم كام طلع معايا اربعة وتسعة من عشر اهو اربعة وتسعة من عشر هنا وقال لي سمي النقطة دي عشرين قال لي سمي النقطة دي كام عشرين خلاص كده ده اللي احنا عملنا هيبقى تاني وصلنا بين نقطة عشر اللي موجودة في الخلف وصلتها خط ميل بنقطة 18 اللي موجودة نقطة التساع حردة الرقبة الامامية خط ميل ورجعت بعد كده من نقطة التساع حردة الرقبة الامامية دي است على الخط الميل اللي انا لسه رسمه طول الكتف زائد حجم البنسة زائد نص سنتي للراحة خلاص كده وسميت النقطة دي نقطة عشرين تمام طيب تعالوا نشوف الخطوة اللي بعديها قال لي بعد كده من 18 لواحد وعشرين من 18 القانون بتاعي اهو بيقول لي من 18 لواحد وعشرين تلت طول الكتف تلت طول الكتف يعني هيبدأ يقسم لي المسافة اللي احنا رسمناها دي هيبدأ يقسم هالي اول جزئية قال لي هنعمل تلت الكتف طب الكتف كان اصلا في المقاسات كان كام كان 12 وربع اهو من 18 الى 21 تلت طول الكتف طول الكتف كان 12 وربع تلتو يعني هقسم على التلاتة طلعلي 4 و 1 من 10 بس كده لأ قال لي طبعا ما ننساش مقاسر رسمي يعني هقسم على الاربعة يعني الناتج النهائي بتاعي 1 سنطي خلاص كده طيب بعدين قال لي من النقطة اللي حضرتك لسه حاطتها دي اللي هي نقطة 21 قيس تاني على الخط المايل لنقطة 22 هقيس قد ايه قال لي حجم بنسة الصدر طب حجم البنسة كان كام في المقاسات قال لي كان 7 سنطي بمقاس الرسم المقاسم على الاربعة اداني 1 و 8 من 10 بلخط اللي احنا رسمناه كده بنقسمه خلاص احنا قلنا كان طول الكتف زائد حجم البنسة طول الكتف زائد حجم البنسة زائد نص سنطي للراحة خلاص حطينا النقطة رجع بعد كده قال لي الخط ده المسافة دي على بعضها هنرجع نقسمها تاني هنقسمها ازاي قال لي من اول الرقبة هو ابدأ اسلي تلت الكتف فقط لا غير تمام تلت الكتف طيب جبنا تلت الكتف حطيلي نقطة قال لي من النقطة اللي انت لسه حاطتها دي اسلي بعديها حجم بنسة الصدر وحطيلي نقطة اه معنى كده من نتيجة الكلام اللي احنا قلناه ده ان بنسة الصدر هتبقى في التلت بتاع الكتف في التلت الاولاني للكتف لكن لو تفتكر في الكورساج الحريمي اللي احنا كنا بنرسمه لعمل البلوز او لعمل الفستان في صف التالت كنا بتبقى البنسة في حردة الرقبة على طول لزقة في حردة الرقبة على طول هنا في الجاكت مكان البنسة اختلف خلناه في تلت طول الكتف طب تعالوا نشوف الكلام ده كده مع بعض يبقى ازاي اهو قادي الرسمة بتاعتنا اهي على الخط الميل زي ما احنا قال لي من نقطة 18 اسل الواحد وعشرين تلت الكتف حطنا نقطة سميناها واحد وعشرين قال لي من واحد وعشرين دي اسل بعدها حجم البنسة وسميها لي نقطة 22 اهي وسميناها 22 طيب تعالوا ننفس الكلام ده مع بعض قبل ما انتهوه من بعض اهو الصفر بتاع المصدر بتاعي اهو هحطه عند نقطة 18 اللي هي اتساع حردة الرقبة قال لي اسل التلت الكتف اهو اللي هو كان واحد سنتي معانا صحي كده وقال لي سميها واحد وعشرين حل قال لي من نقطة واحد وعشرين دي اسل تاني بعديها حجم البنسة اللي هو كان بالحجم الطبيعي سبع سنتي بمقياس الرسم كانت تقريبا واحد وتمانية من عشر او واحد وتسعة من عشر اهي هحطها هنا اهو وهسميها اتنين وعشرين بس هي دي النقطة اللي احنا عملنا اخدناها المسافة كاملة ورجعنا بعد كده قسمناها مرة تاني طيب تعالوا نشوف الخطوة اللي بعدها هتبقى ازاي بيقول لي من نقطة 14 لنقطة 23 من نقطة 14 ل23 دي كده هنتحرك جهة اليسار وجهة اليسار معناها ان احنا هنبدأ نحدد عرض الامام زي ما كنا حددنا قبل كده عرض الخلف فاحنا كده هنحدد عرض الامام طيب من 14 ل23 القانون بيقول لي ايه بيقول لي نص عرض الصدر خد بالك عرض الصدر مش المحيط نص عرض الصدر زائد نص حجم بنسة الصدر تمام زائد واحد سنتي تاني يبقى القانون هنا بيقول لي علشان احدد عرض الصدر اللي هي الجزئية اللي بتخص منطقة الامام قال لي حضرتك هتجمع ثلاث حاجات على بعض نص عرض الصدر زائد نص حجم بنسة الصدر زائد واحد سنتي للراحة طيب ولو نص حجم بنسة الصدر طبعا احنا عارفين عشان يدي سماحية للنفس شوية ويدي الارتفاع الطبيعي لجسم المرأة في الامام خلاص كده يبقى احنا هنجمع ثلاث حاجات مع بعض نص عرض الصدر نص حجم بنسة الصدر زائد بالارقام هيبقى ازاي عرض الصدر كان اصلا 32 و 4 من 10 عايز نص يبقى اقسم على الاتنين اعمل الحزبة دي لوحديها واقول يساوي واعرف رقمها تمام بعد كده حجم بنسة الصدر كان كام كانت 7 في المقاسات عايز نص يبقى اقسم على الاتنين اعمل حزبتها لوحديها وخلي رقمها معايا بعد كده زائد الواحد سنتي تمام اجمع الثلاث ارقام على بعض هيديني 27 من 10 20 و 7 من 10 ده بالمقاسة الطبيعية طب المقاسة الرسم كان كام 5 و 2 من 10 لما هقسم على الاربع بأكد على حضراتكو تاني بلاش نعمل 32 و 4 من 10 على الاتنين زائد السبع على الاتنين زائد الواحد احيانا كتير الالة بتغلط خلاص احيانا وانا مش بياخد بالي مش بيعرف اتطلع الناتج مظبوط هنعمل كل اسمة لوحديها وبعد كده ناتج الاسمة اجمعه مع بعض خلاص ضمان لجودة البطرون بتاع حضرتك انت اللي هترسم انت اللي تعبان وبدل ما الشكل النهائي يطلع مش مظبوط هنزود خطوة زيادة معلش بس يطلع الناتج بتاعي مظبوط خلاص الناتج النهائي بعد مجمعه هقسم على مقاس الرسم اللي هو الاربع طلع معايا زي ما احنا شفنا 5 و 2 من 10 طب تعالوا نشوف الرسمة بتاعتها تبقى ازاي اهو هتحرك من نقطة 14 لجهة اليسار ادي نرسمها مع بعض كده في رسمتنا اهو هحط صفر المصدرة بتاعي زي ما احنا متعودين عند نقطة 14 وهتحرك جهة اليسار هزبطها بس عشان تبقى زهرة قدام حضرتكو اهي من نقطة 14 هتحرك جهة اليسار قلنا هنتحرك مسافة 5 و 2 من 10 5 و 2 من 10 اهو وسميتها رقم 23 سميتها رقم 23 هي دي النقطة اللي احنا عملناها جبناها من اين نص عرض الصدر زائد نص حجم بين ست الصدر زائد الواحد سنت طيب الخطوة اللي بعديها هيجي يقول لي من نقطة اه 24 لا هي من 23 ل24 تلت المسافة من 23 ل24 تلت المسافة من 14 ل19 ادي 14 ودي 19 قال لي اس للمسافة دي كام وهات لي تلتها يبقى هيس المسافة من 14 ل19 اس المسافة دي كام هات تلتها يعني اسمها على التلاتة التلت ده مش هنطلع هنا لأ التلت ده هنطلع من 23 لفوق من 23 لفوق طيب الاياس ده انا لما قسته طلع معايا بالمقاس الطبيعي 6 سنت بمقياس الرسم طبعا هيطلع معايا لما هاسمه على التلاتة هيطلع معايا 2 سنت هيطلع معايا 2 سنت طيب في الرسمة بتاعتنا اهو من نقطة 23 هطلع لأعلى وحط نقطة هسميها 24 طيب تعالوا ننفذ الكلام ده مع بعض اهو هصبت اقلام المصطرة بتاعتي دي اهم حاجة مع الخطوط البطرون بتاعي وهطلع منها زي ما اتفقنا مسافة 2 سنت لحد هنا وهسميها 24 تمام كده متفقين هي عملتها منين او طلعت المسافة دي منين تلت المسافة دي تلت المسافة دي خلاص كده طيب تعالوا نشوف النقطة اللي بعدية بيقول لي نقطة 25 بتنصف المسافة من 14 ل 23 نقطة 25 بتنصف المسافة من 14 ل 23 طيب المسافة دي اللي احنا كنا ايسنها اصلا قبل كده اللي هي كانت نص عرض الصدر زائد نص حجم بنست الصدر زائد الواحد سنتي فكانت طلعت معايا بالمقاس الطبيعي 27 من 10 عايز نصها يعني على الاتنين هتديني 10 و 4 من 10 بمقياس الرسم هتديني 2 و 6 من 10 2 و 6 من 10 اهو هنصفها وهنزل منها خط عمودي لأسفن هنصفها وهنزل منها خط عمودي لأسفن اهو هننفزها اهو مع بعض عايز المسافة دي اهيه هنصفها وهنزل منها خط عمودي لأسفن وازبط اهم حاجة اقلام المصدر بتاعت اهم حاجة طبعا احنا بننزله خط عمودي لأسفن بيبقى منقط لانه هو بيبقى كأنه خط وهمي مش اساسي معايا في البطرون هسمي النقطة الاساسية دي نقطة 25 اللي هي النقطة اللي عملنا التنصيف عندها صحي كده والنقطة التقاطع 2 ل 15 دي سميناها 26 ونقطة التقاطع عند الخط 4 سميناها 27 خلاص طبعا الخطوط دي ممكن تسعيدني بعد كده في عمل التكسيمات او في عمل القصات زي ما هنشوف مع بعض بعد كده واحدة بنستكمل مع بعض اجزاء البطرون بتاعنا او رسم البطرون بتاعنا اه معلش هأكد مع حضراتكو تاني الجزئية دي احنا اه علشان بس الاسمة بتاعتنا المسافة دي هي كايت مكتوبة معانا صح لأسف بس انا اللي قلتها غلط المسافة من 14 ل 19 لما جبنا تلتها طلعت 6 سنتي 6 سنتي بمقياس الرسمي لما هأسمها على الاربعة هتبقى واحد ونص هتبقى واحد ونص انا بأكد مع حضراتكو تاني كانت مكتوبة معانا على الشاشة مصبوطة المسافة دي انا بجيب تلتها طلعت تلتها 6 سنتي ده بالمقياس الطبيعي خلاص كده بمقياس الرسمي لما هأسمها على الاربعة هتديني واحد ونص يبقى من 23 لاربعة وعشرين لأعلى فوق هي واحد ونص ماشي بمقياس الرسم الوص عشان بس احنا بنرسم آآ مع بعض وتبقى الحزبة بتاعتنا مصبوطة تمام كده طيب نستكمل مع بعض بعد كده الخطوة اللي بعديها هيجي يقول لي شايفين اهو هنوصل النقطة بتاعت واحد وعشرين لخمسة وعشرين هنوصل من واحد وعشرين لخمسة وعشرين هقيس طول الكتف ده كام؟ هقيس طول الكتف أسفل طول الضلع قصدي طول ضلع البنسة ده كام؟ اللي هو من واحد وعشرين لخمسة وعشرين لازم طول الضلع ده بيساوي من خمسة وعشرين لاثنين وعشرين لو زاد طلع لأعلى اثنين وعشرين ما فيش مشكلة ده كده مصبوط المهم ان الضلعين بتوع البنسة يكونوا قد بعض يعني ايه الكلام ده أنا مش فاهم؟ تعالوا ننفذ كده مع بعض عشان نركز سوا أنا أول حاجة هعملها معايا هقيس بالمصطرة أو هوصل بالمصطرة من نقطة واحد وعشرين لخمسة وعشرين اهو هنشتغلها مع بعض اهو من نقطة واحد وعشرين لخمسة وعشرين هوصل بالمصطرة ده الضلع البنسة الأولين خلاص الضلع ده اقيسه يطلع كام؟ طلع معايا تقريبا ستة سنت طيب مسافة الستة سنت دي لازم من نفس النقطة الخمسة وعشرين تطلع معايا لفوق تعدي معايا عنده نقطة اتنين وعشرين هتوقف لحد عندها لا حد بيقول لي طب أنا الستة سنت اللي انت اسيهم هنا طلعين فوق النقطة طلعين فوق نقطة اتنين وعشرين هقول له ما فيش مشكلة الكلام ده مظبوط اطلع لفوق نقطة اتنين وعشرين تاني يعني أنا هنا بدايتي كانت عند الخط المايل بدايتي هنا كانت عند الخط المايل عند نقطة واحد وعشرين ووصلتها بخمسة وعشرين استها است الضلع ده طلع معايا في رسمتي أنا دلوقتي طلع معايا ستة سنت نفس الستة سنت دول لازم يكونوا نفس مقاس الضلع ده لازم يكونوا قد ده طيب أنا لما جيت وصلت من خمسة وعشرين لاتنين وعشرين اللي هي على الخط بس كانت ستة إلا شوية إلا كم شرطة خلاص هنقول مثلا خمسة ونص أو خمسة وتمانية من عشر ما هي لسه ما كملتش محتاجة أكملها لفوق شوية أكمل لفوق شوية خلاص يبقى هلاقي الضلع ده أعلى من الضلع ده بس لما هي جائس الضلعين هلقاهم قد بعض يبقى لما هي جائس من واحد وعشرين لخمسة وعشرين الآن نفس المسافة من خمسة وعشرين للمسافة اللي أعلى من نقطة اتنين وعشرين بس هي معدية على نقطة اتنين وعشرين بصوا كده زي ما هو ظاهر معنا في الصورة اللي على الشاشة هين في الرسمة بتاعتنا اللي احنا كنا رسمينها مع بعض اهي من ستة وعشرين من واحد وعشرين لخمسة وعشرين اهي نفس المسافة من خمسة وعشرين اهي مرت عند اتنين وعشرين بس طلع سنة فوقيها الفوق المسافة اللي طلعناها فوق دي مزبوطة خلاص كده نيجي نشوف الخطوة اللي بعديها قال لي من نقطة 20 لـ 28 2 سنطي الأسفة من 20 لـ 28 2 سنطي الأسفة الـ 2 سنطي دول أكيد هيساعدوني في أن أنا أعمل خط ميل الكتف أو ارتكاز ميل الكتف الأمام طيب الـ 2 سنطي دول زي ما احنا عارفين بمقاس الرسم لما هاسم على الأربعة هتبقى نص سنطي طيب بعدين هعمل ايه قال لي ثم نصل من 22 اللي هي نهاية الضلع التاني بتاع البنسة لـ 28 اللي أنا لسه حاطتها باستدارة خفيفة برضو يعني ايه الكلام ده تعالوا نشوف كده أول حاجة قال لي من نقطة 20 اللي هي كانت على الخط المايل انزل تحت منها 2 سنطي بالمقاس الطبيعي بمقياس رسم بقت نص سنطي وسميناها 28 تمام اعمل لي دوران خفيف وصل ما بين 28 والنقطة اللي فوق 22 على طول أهو تعالوا ننفذ بقى تعالوا ننفذ الكلام ده مع بعض أهو هنزل بالمصدرة بتاعتي حقيس من نقطة 20 لأسفل من 20 لأسفل أهو النص سنطي بتاعي تمام سميتها 28 قال لي من 28 دي وصل ل 22 اللي هي فوق فوق أهو دوران كده خفيف ماهو الدوران الخفيف معايا ده شايفين هتلاقوها من هنا من الجزئية دي عالية عن الخط المايل في مسافة هي كده عالية العالية دي هي دي اللي وصلتها بدوران خفيف كده أنا أقدر أرسم حردة الإبت بتاعتي فاضل معايا جزئية صغيرة هي الخط الفاصل بين الأمام والخلف مش بيبقى دايما فيه هنا خط فاصل فين الخط الفاصل بين الأمام والخلف هيجي يقول لي تعالوا نشوف مع بعض الخطوات اللي بيها هقدر أرسم حردة الإبت الخاصة بالكرساج بتاعتي طيب تعالوا نشوف إيه هي الخطوات بيقول لي نقطة 29 نقطة 29 بتنصف المسافة من 8 ل23 اللي هو المربع الصغير اللي معمول لحردة الإبت فإحنا هنصفها هتطلع لي بالمقاسة الطبيعي 6 و 6 من 10 بمقياس الرسم هتطلع 1 و 6 من 10 أهي اتنصفت معايا حطيتها وسميتها 29 نزلت بيها خط عمودي الأسفل اتقاطع معايا عند خط الوسط اللي هو 2 15 في نقطة 30 اتقاطع معايا عند الخط نهاية الجاكت اللي هو من 3 ل 33 في نقطة 31 طيب تعالوا ننفذ الكلام ده مع بعض اهو ادي المسافة من 8 ل23 هي دي المسافة اللي انا هنصفها وده العادي اللي احنا دايما بنبقى متعودين عليه اهو هسميها تسعة وعشرين هنزل بيها خط عمودي الأسفل وطبعا برضو احنا بنعمله اه زي ما انتم عارفين بيبقى اه شرطة وشرطة او نقطة ونقطة بحيث ان هو بيبقى جامع ما بين الامام والخلف اهو انا بحاول ازبط اقلام المصدرة بتاعتي عشان يطلع شكل البطرون بتاعي مزبوط تمام كده هيبقى هنا نقطة 30 هيبقى خط النهاية اللي تحت خالص هيبقى 31 خلاص كده من الشكل ده طبعا هقدر اعمل دوران حردة الابط بتاعي زي ما هو ظاهر معانا اهو على الشاشة في الرسمة اللي معانا وصل معايا من نقطة 13 لمست معايا في اه جزئية الخلف في نقطة 9 كملت معايا الخط الفاصل بين الامام والخلف 29 طلعت معايا لنقطة 24 ووصلت لحد 28 اللي هي نهاية كده الامام طيب تعالوا ننفذ الكلام ده كده مع بعض اهو بدايتي من نقطة 13 اهي 13 لتسعة ودايما اخلي حردة الابط مرتكزة يعني قعدة يعني مش عاملالي ووزة اهو ومن 28 من 24 بدن منظر ده كده بقى دوران حردة الابط بتاعي وهنا ده هيبقى الخط الفاصل بين الامام والخلف بتاعي طيب نكمل البيانات بتاعتنا زي ما عملنا البيانات اللي موجودة في الخلف نأكدها تاني هنا بالنسبة لي ده خط كدف الخلف هنا حردة رقبة الخلف هنا خط نصف الخلف هنا اتجاه النسيج طبعا الخطوط العرضية عندي اه خط خمسة ده خط ارتكاز حردة الابط اصاده هنا بالزبط في الامام هنكتب خط الصدر صحي كده لان الاثنين تقريبا واحد خط الخسر هو هو خط الوسط صحي كده نفس الحكاية خط الارداف هو هو خط الارداف هنا يعني لو كتبتها في اتجاه واحد ما اكتبهاش في الناحية التانية بس احنا بنراجع مع بعض خط تلاتة اللي هو اخر خط عندي ده خط نهاية الجاكت الجاكت صحي كده زي ما عملنا هنا خط نصف الامام يبقى هيبقى هنا بالنسبة لي الخط ده خط نصف الامام طبعا برضو هنسيبه متني ولا مفتوح على حسب التصميم بتاعنا خط نصف الامام صحي كده ده بالنسبة لي هيبقى الخط الفاصل بين الامام والخلف طبعا هنعمل اتجاه النسيج بتاعنا اللي هو دايما بيكون موازي لخط النص بتاعنا فزي ما عملناه في الخلف هنعمله في الامام او بيبقى برضو موازي لخط الفاصل بين الامام والخلف بعمله السهم بتاعنا لو اتجاه النسيج بتاعي لي لمعة في اتجاه معين بعمله من اعلى بحيث ان يبقى كل الاجزاء هتتحط اتجاهها لا اعلى لو هعمله له الاسفل يبقى كل الاجزاء بتتحط الاسفل لو الاماش لي لمعة لو الاماش لي وابرة لو الاماش لي رسمة باتجاه معين فلازم يبقى كل اجزاء البطرون محطوطة في نفس الاتجاه لكن لو القماشة سادة ملهاش طبيعة خاصة يبقى بعمل السهمين بتوعي فوق وتحت بقوله احنا نقدر نحط اجزاء البطرون بتاعنا ممكن واحدة معدولة والتانية عكسها بتبقى مقلوبة يعني الرقبة من هنا من اعلى لكن رقبة الخلف ممكن اخليها الاسفل لان اتجاه النسيج مش هيعمل لي اي مشكلة فيه اي دي اتجاه النسيج يبقى احنا بنفهم احنا ليه بنحط السهم بتاعنا فوق بس او تحت بس او في الاتجاهين مع بعض خلاص كده دي البيانات بتاعتنا برضو هنكتب هنا رقبة خط رقبة الامام زي ما احنا عايزين اه كدف الامام لو احنا لسه البيانات دي بتطوه مننا لان احنا عارفين ان البيانات دي هتبقى هتهمنا جدا في عميل باقي التصميمات بتاعتنا ده الشكل النهائي اللي احنا محتاجين يكون عليه البطرون مع التلوين مع التلوين طبعا بنكتب هنا ده الامام اهو الجزئية دي هي الامام اللي هي الفرونت بتاعنا والجزئية التانية هي الخلف اللي هو الباج بتاعنا خلاص كده بتبقى بالطريقة دي هنبدأ نلونه مع بعض برضو عشان يبقى ظاهر قدام حضراتكم احنا دايما بنلون على الخطوط اللي هيتقص عليها بنلون على الخطوط اللي هيتقص عليها اهو حردة الرقبة بتاعتنا انا هطلع برا الخط شوية بحيس ان هو يكون واضح قدامكم اهو ادي حردة الرقبة طبعا الخط المستقيم بيكون مستقيم بالمسطرة اهو تمام كده اهو خط نهاية الجاكت بتاعي اهو تمام هنعمل الدوران بتاع الكتف الجزئية الاساسية دي خط مستقيم ما ننسهاش وبعد كده الدوران بتاعي اللي فوق اللي هو التلتين الباقيين خلاص وقادي حردة الابط تمام كده طبعا الخط الفاصل زي ما اتفقنا من الاول جزئية وجزئية بالطريقة دي كده يبقى انا جزئية الامام بتاعتي خلصت خلاص كده طيب جزئية الخلف اهي هتكون بالطريقة دي اهي الدوران بس هو الازرق مش هيبان معانا علشان قريب من الاسود فمش هيبان اهو اهو برضو حردة اه القبط الكتف كامل على بعضه حردة الرقبة حردة الرقبة اهي وقادي خط النص الخلف خط النص الخلف بتاعنا تمام وخط النهاية بتاع الجاكت بتاعنا اهي وبرضو الخط الفاصل الاجزاء اللي كانت بقية اهو اللي هي الشرطة التانية بالمنظر ده يبقى احنا كده قدرنا نوصل لشكل البطرون الاساسي الخاص بالجاكت الحريمي اللي بيبقى الكلاسيك الخاص بالطيورات او البدل اه للأسف وقت حلقتنا خلص ارجو ان انتوا يا رب كونوا استفادتوا معانا خلصنا مع بعض الخطوات الاساسية الخاصة بالجاكت الحريمي وخلصنا الامام خلصنا الخلف اه ارجو ان انتوا تنفزوا حتى لو بالحجم الطبيعي نجيب ورق شفاف كبير نجرب ايدينا تاخد على المقاسات الطبيعية احنا عندنا في اه الصف الخامس مادة اسمها مادة المشروع بننفز اه قطع ملبسية او اربع قطع ملبسية لكل طالب اه اربع قطع ملبسية بالحجم الطبيعي فاحنا نجرب مع بعض نرسم بالمقاس الطبيعي على الورق الشفاف نجرب في البطرون نعدل مع المدرسين بتونا عشان خاطر لما نبدأ في المشروع ونرسم البطرونات تكون ايدينا واخدى مش خايفين اه من اه الحجم الطبيعي نشوف بنغلط في ايه نبدأ عشان لما هنيجي فعلا في مدة المشروع ونقص على القماش هتبقى هنا الغلطة بفورة هنا القص على القماش والقماش بفلوس لكن الغلط على الورق نفهوش مشكلة احنا نتعب شوية مدرسنا محدش مننا هيقول لنا حاجة محدش منهم طبعا هيقول لنا حاجة هيعدل معانا هيشوف الغلط عندنا فين ويعرف حضرتك بحيث لما تنفز فعلا في المشروع يبقى ان شاء الله المنتجات بتاعتنا طلعة مظبوطة بالتوفيق يا رب للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته